وشاهد شاهد من اهلها اسباب الجدل والكلام الكتير حول ربع ابتدائي وصعوبة مناهج ربع ابتدائي وكيفية عرض حلول منطقية لربع ابتدائي والامتحانات تمشي ازاي وتسير ازاي دوت الكلام اللي هنعرفوا من خلال احدى التربويات الشهيرة الاستاذة محبات ابو عميرة استاذ المناهج وعلوم التربية بتقدم لنا مجموعة حلول منطقية بالفعل منطقية وجميلة جدا وسهلة ومبساطة لكن اهم حاجة اللي يعمل بيها وياخد بيها نتمنى من وزير التعليم يسمع الفيديو ويسمع مقترحات الدكتورة محبات لان فعلا كلامها روعة الروعة ويلا بينا نشوف الفيديو بالكامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جميعا في فيديو النهاردة فيديو النهاردة هو الشغل الشاغل في المجتمع المصري وفي التعليم بصفة عامة حاليا وهو منهج ربع ابتدائي ما فيش شك يا جماعة ان وزير التربية والتعليم بيحاول انه هو يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة تعليميا وعايز ينهض بالمنظومة التعليمية وده شيء طبعا احنا كلنا مش ضده بالعكس احنا كلنا بنتمنى وعايزين تطور حقيقي للتعليم في مصر وعايزين خريج ممتاز خريج على قدر المسئولية خريج يكون فعلا مستوعب اللي هو درسه ويحقق على ارض الواقع كل اللي احنا محتاجينه منه ويكون شخص ناجح ومبدع هو دوت اللي احنا عايزينه من التعليم بتاعنا هناك من يكون مع السيد الوزير في الخطة بتاعته وهؤلاء قليلون وهناك من يكون ضد السيد الوزير وهؤلاء هم الكثيرون طبعا الكثير من اولياء الامور في استياء شديد جدا جدا مغمورون بالاستياء ضد وزير التعليم على نهجه ومنهجه في صف الرابع الابتدائي وتطوير المنظومة التعليمية في رابع ابتدائي خصيصا وهناك من آآ قام يعني بالتريأة وقال آآ رابع ابتدائي علمي وعلم علوم والعلم رياضة من شدة وصعوبة المناهج على الولاد لكن الوزير بيحاول دائما يحاول باستمرار انه هو يفهم المجتمع آآ خطواته ومشي ازاي وانه هو بيقيس مهارات معينة وعايز يعني ينمي مهارات معينة لدى الطالب المصري وهو ده الهدف من المنهج في رابع ابتدائي آآ لكن آآ هناك آآ الكثير من التربويين في المجال التربوي نفسه في الجامعات المصرية كليات التربية تحديدا من هم مؤيد للوزير ومن هم ايضا معارض آآ ولكن القرارة طبعا مش بيديهم فهم عليهم التنفيذ والانسياق وراء الوزير وخططه فقط لا غير لكن خرجت علينا الاستاذة التربوية الشهيرة الاستاذة محبات ابو عميرة استاذ المناهج باحدة كليات التربية في مصر وشاهد شاهد من اهلها مثل ما يقال خرجت علينا بكلام مهم جدا جدا آآ كلام يعني نرفع له القبعة آآ كلام فعلا يشرح الصدور آآ لكن احنا محتاجين للي ينفذ هذا الكلام آآ حيث كشفت الدكتورة محبات ابو عميرة استاذ المناهج والعلوم التربوية آآ يعني كشفت اسباب الجدل بمنهج ربع ابتدائي ففي احدى مداخلاتها الهاتفية ببرنامج حقائق واسرار المزاعة عبر فضائية صدق البلد اللي بيقدموا الاعلامي مصطفى بكري وكان الكلام ده يوم الخميس ان التطوير الزامي في جميع مراحل التعليم طبعا التطوير مهم في جميع المراحل مش بمرحلة واحدة لانه كله مبني على بعضه آآ لافتة النظر الى ان المشكلة في منهج ربع ابتدائي آآ خصيصا هو انه لم يكن هناك امتحانات بالصف الاول والثاني والثالث الابتدائي في حين ان هذا العام ربع ابتدائي بقى يا شباب هيكون فيه امتحانات يعني ايه الصدمة آآ يبقى اولى وتانية وتالث امتدائي ما كانش فيه امتحانات خالص كان فيه نهي تام عن آآ عمل اي امتحانات تحريرية في اولى وتانية وتالثة ابتدائي لكن الصدمة فعلا في ربع ابتدائي هي الصدمة دلوقتي أصبحت صدمتين إن كم كبير جدا من المواد ثانيا إن الامتحان تحريري وأوضحت أن هناك إسهاب وإطالة في منهج الرياضيات الخاصة بربع ابتدائي حيث يبلغ عدد صفحات كتاب الرياضيات 325 صفحة في الترمي الواحد وهناك بعض الموضوعات فوق المستوى العمري للطالب طبعا الأستاذة المحبات هي أستاذة مناهج وعلوم تربية وهي نفسها اللي بتقول الكلام دوت فطبعا هذا الكلام يعني يعتبر مهم جدا جدا إنها يعني بتقول إن المنهج فوق مستوى الطلبة فوق مستوى تلاميذ ربع ابتدائي فلازم وزير التعليم ومن حاوله يعني ينصطون جيدا لهذا الكلام وأوضحت بضرورة اعتماد مبدأ التشويق والتبسيط في تدريس المواد لازم عنصر التشويق وعنصر التبسيط لكن هناك فريق بين المعلمين أنفسهم بيقولوا إن المناهج فعلا عالية وكتيرة على مستوى ربع ابتدائي فإزاي هنأمل موضوع التشويق والتبسيط خاصة إن في منهج لازم يدرس ولازم يخلص في فترة زمنية معينة كما اقترحت الدكتورة محبات تخفيض كم المعلومات خاصة في المواد الأساسية من العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية طبعا ده يا جماعة بيلفت النظر لأن فعلا المنهج مليان جدا في هذه المواد تحديدا العلوم والرياضة والدراسات فإيه المانع إن إحنا نخفض نسبة المعلومات المقدمة للتلميذ الخاصة بهذه المواد الدراسية يبقى لازم نخفض المنهج لأن دوت يعتبر أحد الحلول المهمة في القضاء على مشكلة الكلام الكتير حول ربع ابتدائي وأشرت أيضا دكتورة محبات إلى أنه لا يوجد داعي لعمل امتحانات في جميع المواد يعني إحنا ليه نعمل امتحانات في كل المواد طبعا نعمل امتحانات في المواد الأساسية فقط هي نفسها قالت ويتم التركيز فقط على الامتحانات في المواد الأساسية وتقليل كم الامتحانات الشهرية وعدم إضافة المواد الفنية والأنشطة إلى المجموع دي كانت رؤية الأستاذة الدكتورة محبات الأستاذ الدكتورة محمد أبو أميرة أستاذ المناهج وعلوم التربية طبعاً احنا بنضم صوتنا لصوتها لأنه فعلاً بتتكلم كلام معقول جداً جداً وبتقدم حلول بسيطة وسهلة بس ياريت متخز القرار يعملوا بيها وياريت فعلاً ينصطوا لمثل هذا الكلام خاصةً لأن هي أستاذة التربوية ومشهورة في المجال التربوية طبعاً احنا بنقول لكافة أولياء الأمور يعني صبراً صبراً لعل وزير التربية والتعليم ينصط إلى هذا الكلام ويأخذه فيه الحسبان واحنا بنقول يا جماعة أن هذا المنهج ما زال في دور التجريب هو بيجرب على ولدنا في ربع ابتدائي لكن احنا بنتمنى فعلاً أن يكون في مرونة في هذا الأمر لازم يقلل المنهج شوية ممكن يزود شوية يعني قليلاً في خمسة يزود برضو قليلاً في ستة وهكذا الموضوع لابد أن يصير تدريجي وليس زي ما بقوله كده إيه أفش مرة واحدة ما ينفعش لأن ده مستقبل مش مستقبل جيل ده مستقبل وطن بأكمله نتمنى دائماً لأبنائنا وبناتنا كل توفيق وكل نجاح إحنا بنقرر وبنقول إحنا مش ضد التطوير إحنا مش ضد أن إحنا نعلي مستوانا التعليمي ونبقى في مصاف الدول المتقدمة لكن أهم حاجة الطريقة وأهم حاجة الكيفية إلى أن نلتقي في فيديو آخر أخبر لكم من خالص تقديري وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم دائماً في رعاية الله وأمنه وعنايته سلام أحلى شباب لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله